المترجم للقناة أهلا بكم في نشرة أخبار رأي أصحبكم خيالة محمد المؤمن والبداية دوما بأبرز العناوين أسروا ضابطين إيرانيين في اليمن وغارات الحزم تتواصل مشادة كلامية لوزير سعودي مع مواطنه تودي به للإقالة أهم قانون تنظر اللجنة التشريعية اليوم هو قانون استغلال القضاء على طاولة التشريعية استقلال القضاء من أهم الأولويات نار الأفراح بين الاستنكار الشعبي والتجريم القانوني الكويت توديع أحد أهرامتها الفنية وأبرز وجوه الحركة المسرحية أكثر من ثمانية ملايين تكلفة الإنفاق اليومي على متن كارل فنسن أهلا بكم على واقع النقاط الخلافية حول مسودة المشروع الخليجي بشأن اليمن والذي تعارضه موسكو حتى الآن تواصل طائرات التحالف قصف مواقع الحوثيين والقوات التابعة لعالي عبدالله صالح ضمن عاصفة الحزم فيما تمكنت المقاومة الشعبية في عدن من أسر ضابطين إيرانيين يقودان العمليات العسكرية لميليشيا الحوثي وصالح حيث تم اعتقال الضابطين في منطقة خور مكسر وعلى مداخل المعلى كذلك قصفت المقاومة الشعبية مواقع الإنقلابيين الحوثيين بالدبابات والمدفعية في منطقة خور مكسر باتجاه المطار فيما استهدفت طائرات التحالف مواقع تجمع الحوثيين في ملعب الثاني والعشرين من مايو في حي المنصورة في عدن في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيين استهداف المدنيين وبدوره قال وزير الخارجية اليمني المكلف رياض ياسين إن بلاده قررت فرض حضر بحري على المياه الإقليمية وفوضت دول عاصفة الحزم في تنفيذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بتكليف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ وزيرا للصحة بالإنابة خلفا للوزير أحمد الخطيب الذي أعفي من منصبه بأمر ملكي ويأتي إعفاء الخطيب الذي تعين في منصبه منذ شهرين تقريبا بعد تداول واسع لمقطع فيديو ظهر فيه الوزير وهو يستقبل المراجعين من المواطنين ومن بينهم مواطن طلب من الوزير توفير سرير وكان الطلب شرارة البد لمشادة كلامية تفوها خلالها الخطيب بعبارات رفقتها نبرة صوت غاضبة هذا وأمر الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي بنقل والد المواطن السعودي بطائرة الإخلاء الطبي للعلاج في ألمانيا محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين في قضية عنف وقضت بمعاقبة عدد آخر بينهم قياديون في الجماعة بالسجن المؤبد وعرفت القضية إعلاميا بغرفة عمليات رابعة نسبة إلى اعتصام لأعضاء الجماعة ومؤيديها أمام مسجد رابعة العدوية شمال شرقي القاهرة يترأس غدا الرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي توجه اليوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الوفد البرلماني الكويتي المشارك في المؤتمر الشبكة البرلمانية العالمية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومن المقرر أن يتلقى الرئيس الغانم على هامش المؤتمر عددا من رؤساء البرلمانات وكبار المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيما يشكل المؤتمر فرصة للتعرف على سياسة شبكة العمل البرلمانية للسنوات المقبلة ويتضمن جدول الأعمال أهداف الألفية الإنمائية والتي ستنتهي مهلة تنفيذها هذا العام والإعداد لأهداف طويلة المدى للفترة المقبلة في المواقف البرلمانية قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مبارك الحريص في تصريح للراي إن إنجازات اللجنة كثيرة وقد قطعت شوطا كبيرا من إنجاز ما هو مطلوب منها آملا أن تنتهي اللجنة من إعداد قانون استقلال القضاء خلصنا تقريبا نص أو ما يزيد عن نص لكن أهم قانون تنظره اللجنة التشريعية اليوم هو قانون استقلال القضاء هذا القانون اللي أنا اعتبره بوابة كبيرة للم جميع القوانين اللي ممكن تنهض بالقضاء وتؤكد نزاهته وحياديته فقانون استقلال القضاء أهن بوجهة نظري كرئيس اللجنة حاولنا إدخال مع مجلس الدولة مخاصمة القضاء قوانين كثيرة تتعلق في العمل القضائي لازم يكون كلها منظورة تحت مظلة واحدة ما نبي تعديلاتنا جزئية قانون استقلال القضاء أنا أكدها صلحت فيها وأكدها يجب أن يكون قانون مواكب لطموح الناس يجب أن يكون استقلال بالمعنى الدستوري لهذه الهيئة سيصدر خلال دور أهل المعنى نتمنى نتمنى نخلص منه خلال الشهرين هذين لأنه هناك مقترح بحكومة علي ملاحظات كثيرة هناك مقترحات نواب لا يقدر طموح الآن نحاول قدر أمكان أن نأخذ منه ومن هناك ويطلع لنا قانون صحيح يمثل أرجو أن تنفهم هذا الكلمة يكون فعلا استقلال قضاء صحيح ليس استقلالا شكليا في إطار حملة جمع السلاح تظهر قضية إطلاق الأعيرة النارية في الحفلات والمناسبات والأعراس وهي قضية قد تشكل خطرا وتهديدا لحياة المواطنين ابتسام رمال والتفاصيل في التقرير التالي أنا أن من يسير منه وصفات إطلاق نار أنا خاف صراحة خاف خاف بلسان هذا الطفل رفض لظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والاحتفالات ابتهاجا على اعتبارها ظاهرة دخيلة تشكل خطرا على حياة المواطنين ضد الظاهرة ضد السلاح بأي وسيلة من المسائل السلاح بس بيد الفرد العسكري ضدها لأنها ممكن تصيب أي شخص بريء وما لا ذنب ولا شغل في الموضوع أنا أرفض الفكرة هذه لأنه الرمي بالعراس وغيرها بعدين هذه ما هي عادة كويتية صراحة هذه الدخيلة توها ولا أول الناس تفرح بدون استعمال السلاح أنا ضدها على طول لأنه ممكن ينطلق طلق عشوائي وصيب إنسان بري ما له لا في العير ولا في النفير المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية أكد للراي جهود الداخلية في القضاء على تلك الظاهرة ضمن حملة جمع السلاح الظاهرة هذه أنا اعتبارها دخيلة على المجتمع وهذه كثرت من بعد تحرير الكويت بعد تحرير من براثل الأدوان العراقي الغاشم وخلف كميات هائلة من الأسلحة والذخائر والمؤدات العسكرية والمواد المتفجرة الأسلحة صارت بأيدي ومتناول أيدي الجميع وتضررت عوائل كثيرة وأشخاص وصلت إصاباتهم إلى إصابات جسيمة ومنهم وفيات لسوء استخدام الأسلحة هذه في مراقبة لهم واستصدار إذن نضبط الشخص بتفتيش مسكنة ولكن إذا استخدم هذه جريمة مشهودة أقدر أضبطها بنفس الوقت ومناشدة للمواطنين بضرورة حفظ أمان وأمن الوطن مناشدتي للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض في نداء وجه لهم أقول عزيزي المشاهد شارك معنا بالحملة الوطنية لجمع إصلاح لنجعل بلدنا واحد أمن وأمان هذه الظاهرة باتت تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين فهي تحصد الأرواح في ظل تزايد عدد الضحايا بسببها ابتسام رمال الرأي الكويت فقدت اليوم الفنان أحمد الصالح عن عمر يناهز سبعة وسبعين عاما في أحد مستشفيات الولايات المتحدة حيث كان يتلقى العلاج هناك ويعتبر الفنان الراحل من أبرز وجوه الحركة المسرحية في الكويت منذ بداياتها حيث عاصر الرعيل المسرحي الأول في ستميات القرن الماضي وقدم الصالح خلال مسيرته الفنية الطويلة عددا كبيرا من المسرحيات الناجحة مع فرقة المسرح الشعبي التي كان أحد أبرز عناصرها وتولى فيها عددا من المناصب الإدارية حتى أصبح رئيسا لمجلس الإدارة في مطلع الثمانينيات ويل فنان الراحل سجل حافل في الدراما التلفزيونية كما أطل سينمائيا وحظي بتكريمات وجوائز فنية عدة يذكر أن الفنان أحمد الصالح من موالد عام 1938 وهو الشقيق الأصغر للموثل جاسم الصالح ومن المنتظر أن يوارى جثمانه الثرى حال وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية وزارة التجارة بدأت بتشغيل تجربين لنظام صرف المواد التموينية الإلكترونية بالتعاون مع الشركة الكويتية للتموين وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناع المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله لانزي إن النظام الجديد لصرف المخصصات التموينية سيضبط آلية الصرف بشكل كامل ويرفع من إجراءات الحوكمة بحيث تمر كل خطوات صرف المواد التموينية عبر شبكة إلكترونية موحدة من خلال وزارة التجارة والصناع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كشف عن إصداره 2638 مراسلة لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تختص بمعاملات المقيمين بصورة غير قانونية في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي وقال مدير إدارة المعلومات في الجهاز المركزي عبدالله الفرحان إن المراسلات استفاد منها 4107 من المقيمين بصورة غير قانونية ووجه العدد الأكبر منها إلى وزارة الصحة كذلك شمل العدد مراسلات إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل ووزارة الداخلية أيضا خلال افتتاحه اليوم التوعوي الذي يقيمه قسم الباطنية في مستشفى مبارك الكبير وذلك في الأفينيوز أكد وكيل وزارة الصحة المشاعد للشؤون الفنية قيس الدويري إن المجتمع الكويتي يعاني من ارتفاع نسبة التدخين التي تفوق 20% ونسبة السمنة التي تعد الأعلى على مستوى العالم وأوضح الدويري أهمية التوعية بهذه الأمراض المزمنة وخطورتها وانعكاساتها السلبية على صحة الإنسان والمجتمع عموما نياب عن معالي وزير الصحة افتتحنا اليوم التوعوي الذي يقيمه قسم الباطنية في مستشفى مبارك الكبير برأسة الدكتورة ماجد الصالح طبعا هو يوم توعوي حافل يشمل طبعا التركيز على أمراض القلب والشرايين وهي طبعا أمراض منتشرة وتعتبر من على رأس الأمراض الذي طبعا وزارة الصحة لا تلوجودا بالتصدي والوقاية منها وتبيان خطورة هذا المرض اليوم التوعوي يشمل كثير من فعالية على رأسها طبعا الجوانب التوعوية بهذا المجال وكذلك الكشف المبكر هناك الكثير من الفحوصات تجرى اليوم لتبيان نسبة السكر وكذلك نسبة الكوليستيرول والدهون الثلاثية عند المترددين طبعا هذه عبارة عن ثقافة مجتمعية يجب أن يقوم فيها شريحة معينة للهدف من الكشف المبكر لهذه الأمراض طبعا نعزل صحة المجتمع بتبيان عوامل خطورة التدخين وكذلك طبعا النشاط البدني مهم جدا لصحة المجتمع وكذلك العوامل التغذوية في عرض الخليج يقضي أفراد البحرية الأمريكية أعواما من حياتهم في مهمة هدفها خدمة وطنهم والذود عنه فعلى متن حاملة الطائرات الأمريكية كارل فنسن آلاف من البشر يعيشون في البحر محمد دحياري أعد التقرير التالي خلال زيارته للبارجة الأمريكية بعيدا عن أهلهم وذويهم يقطن أفراد البحرية الأمريكية في البحر في رحلة ربما تستغرق عاما أو أكثر فعلى متن حاملة الطائرات الأمريكية كارل فنسن يعيش خمسة ألاف وأربعمائة شخص في مياه المحيط الوضع أشبه بمدينة صغيرة تحوي كل ما يحتاجه الإنسان في حياته اليومية نقدم خمسين ألف وجبة طعام يوميا ويستهلك العاملون على متن البارجة أربعمائة ألف جالون ماء يوميا يتم معالجة المياه قبل التخلص منها كما يتم إذابة البلاستيك ثم يتم نقله إلى خارج السفينة فالنفايات الخطرة والمواد الضرة يتم التخلص منها بشكل صحيح الجميع يعمل بكل إخلاص ويبذل كل وقته وعطائه لخدمة الولايات المتحدة بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية فهنا يعيش المسلمون والمسيحيون واليهود ويؤدون صلاتهم في مكان واحد وبأوقات مختلفة كل في مجاله يؤدي ما أوكل إليه من مهمات مهما صغر حجمها أو كبر ولعل أبرز المهمات ما يقوم به استلاح الجو الأمريكي من طلعات جوية وغارات منطلقا من علامة البارجة هناك 350 طيارا على متن هذه البارجة و 1500 موظف صيانة نطير على مدار 12 ساعة يوميا وتتم صيانة الطائرات بشكل دوري طائرات أخرى تقدم الدعم الذي تحتاجه طائرات سلاح الجو في حين تنفذ عمليات التدريب خصوصا مع الشركاء في الدول القريبة من موقع رسو السفينة نقوم ب35 رحلة جوية يوميا يحلق الطيارون لست ساعات ويتزودون بالوقود لأربع مرات كما نقوم ب45 عملية تدريب مع الشركاء سنويا توفير الطعام والشراب والمبيت والمستلزمات الخدمية على متن بارجة كارل فينسن يكلف الاقتصاد الأمريكي مبلغا طائلا يوميا لكنه قد يصغر إذا ما قرن بالعوائد المترتبة على تشغيلها تكلفة الإنفاق المالي على البارجة يقدر بثمانية ملايين وخمسمائة ألف دولار يوميا مبلغ كبير لكنه استثمار في مكانه وهناك حاجة له وبخلاف الطائرات فإن كارل فينسن توفر الخدمات الصحية والعلاجية التي تصل إلى حد إجراء عمليات جراحية مصغرة وبإمكان الجنود الانطلاق على متن الطائرات الخدمتية إلى المناطق القريبة لقضاء إجازتهم محمد الحياري الراي تحرك طفيف لبرميل النفط تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل أهلا بكم سعر برميل النفط الكويتي ارتفع في تدولات أمس 30 سنة ليستغر عند مستوى 52 دولارا و 16 سنة وفقا للسعر المؤلم من مؤسسة البترول الكويتية وفي أسواق النفط العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس مع تراجع التوقعات بعودة سريعة لمزيد من صادرات الخامل الإيرانية إلى الأسواق مع دعم من ارتفاع أسعار العقود الآجلة الأمريكية للمنتجات المكررة وبيانات تظهر هبوطا آخر في عدد الحافرات النفطية في الولايات المتحدة وفق تقرير اقتصادي متخصص فإن القيمة الرأس مالية لسوق الكويت الأوراق المالية بلغت بنهاية الأسبوع الماضي 27 مليارا و 208 مليون دينار كويتي مرتفعة بذلك عن مستواها خلال الأسبوع قبل الماضي وأوضح تقرير شركة بيان الاستثمار أن القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في السوق انخفضت على الصعيد السنوي بنسبة بلغت 2.5% عن قيمتها في نهاية عام 2014 حيث بلغت وقتها 27 مليارا و 900 مليون دينار العميد يؤجل الحسم تابعونا في الصفحة الرياضية بعد هذا القواصل أهلا بكم أنعاش فريق الكويت دوري فيفا لكرة القدم بفوزي المستحق على المتصدر فريق العربي بهدف حمل توقيع فهد العنزي ليقلص الفريق بينه وبين الأخضر إلى نقطتين فقط فرحة غامرة عاشا فريق الكويت بعد المبارات مؤكدين أن الجولات المقبلة ستكون حاسمة فرحة لاعبي العميد بعد المبارات يستعرضها أحمد العنزي في هذا التقرير جمعة الحسم لم تكن كما يريدها العرباوية بعد أن قلب الكويت الطاولة عليه بهدف ولا أغلى من قدم فهد العنزي ليشعل دوري فيفا من جديد ويأجل الحسم لجولات أخرى الله العظيم أشكر للرجال اللي لعبوا المبارات واللي ما لعبوا أشكر مجلس الإدارة جهاز فني طبي إداري كل الجماهر هذه أقل هدية نهديهم إياها الموسم بالذات وبهذه المبارات نقول الدوري ما انتهى نعم إحنا الآن فرق نقطتين على العربي لكن تقول الناس باقي خمس مراحل نمكن نتيجة كبيرة تنتهي اليوم لكن الحمد لله هم شيء ثلاث نغاط نقدر للرجال أن ينهونها كنا محاضرين المبارات كما يلزم ظهور لبايرنا حق الفوسنا وحق جماهيرنا ونهدي الكويت للحقين مراحل على الدوري نتيجة ومستوى اليوم إن شاء الله باقي عرب على جولات راح ننفس لآخر دقيقة في الموسم هذا والليوم شفتوا المستوى راح حقيقي نهدي الكويت وإن شاء الله نكمل لأخر الموسم إن شاء الله الحمد لله على الفوز غدمنا مبارات حلوة اليابي الدوري يأخذها بذراعة أن الحمد لله هذه مبارات ثانية مع العربي بالدوري في إذن عليهم المبارات تلوت عادلنا الحمد لله على كل حال تو الناس العربي اللي حي متصدن نقطتين بس أبارك حق الإداريين واللاعبين للرجال الحمد لله الحمد لله الحمد لله فوز مستحق على فريق المتصدن نحن اليوم خذينا ثلاث نقطت لكن أيضاً أمامنا مهمة صعبة نفرح اليوم ونفرح قدم فقط بعدها نستعد حق الجيش السوري راح ندوش مع عسكر داخلي حق الجيش السوري بعدها عندنا فريق قوي كاظمة فريق قوي الغادسية هذا تجمع نقاط ما نبي نفرط ولا نقطة حتى إن شاء الله يكون الدوري لنا نطلب من الله عز وجل التوفيق وعندنا رجال قادرين إن شاء الله بإذن الله على اعتماد بالدور إن شاء الله أنا أشكر مجلس إدارة وجاز إداري ولاعبين أبطال وجاز فني اللاعبين الحقيقة كانوا أبطال كانوا على مستوى الحدد والحالة الذهنية والحالة النفسية والحالة البدنية توقف داخل الملعب بجالح داعش لاعب وستبدنا من اللاعبين لآخرين الجنة جمعة الحسب حق أسابيع أخرى الجنة جمعة الحسب حق أسابيع أخرى العربي يبقى بطل طول الموسم كان بطل يمكن اليوم ما وفق إحنا كنا الأفضل جماهيرة نقول نعتذل لهم وراكم مراحلة طويلة أنتوا ملح الدوري أنتوا ملح كرة الرياضة مع جماهيرة الغادسية بس بالتالي أقول هاردكم وقدلك لأبطالنا اللاعبين كانت مفترضة كانت تكون نتيجة تكون أكثر من ثلاثة أربعة لكل شهد المباراة هناك نتيجة كانت تكون كبيرة ضاعت فرص مننا كثيرة وبهذه الفرحة الغامرة ينعش العميد آماله في درع البطولة وتبقى الجولات المقبلة نهائية لكل فريق أحمد لعنزي الراي وقبل الختام تابعونا على حساب توتر أتر رابين دي جروب وعلى يوتيوب الراي تيوب إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة